في المعايير بقى اللي انتوا بتقسوها هل يعني انتوا بتقولوا مثلا أنا أنا منح الأكاديمية تمنح الدكتورية الفخرية لفلان لأنه عنده سيفي قد كده وقد كده عديتوا ايه للستة دي ده احنا عدينا فقط أغانيها الوطنية لمصر الواحد على فكرة اللي عملت كمية الأغاني دي الوطنية لمصر عملت 76 أغنية لمصر فقط ولجي انت تخيالي برضو ان الستة دي قومت حاسسنا ازاي وجداننا ازاي في الاربع سنين فاتوا مجرد انها بتغني المصر وبتغني أغاني شكلها رومانسي يا حبيبتي يا مصر ده رومانسي لكن قومت كل الحاجات واستدعية أكتر واحدة استدعية أغانيها لأنها كانت مناسبة لكل الظروف ولأنه الغنوة غنوة عيش يعني ما فيهاش التيمب والوطني قد ما فيها نبضات قلب كده بتتكلم وبعدين ده انت عدت لها أفلام بقى ولا ايه انت عدتها طبعا ما احنا دخلوا احنا يعني ده هي كذا فرع يعني كل حد بيجي ياخد بياخد في حاجة واحدة في الشعر في التمثيل في الكتب كده في الكتابة لكن دي ما شاء الله شهادية مصر هو يطلق عليها كلم شهادية مصر لقب شهادية مصر 76 دول بس بتوع الوطن ده عدد غير مسبوك مبدئيا في كتابة اتخلص ما حصلش لحد دلوقتي وطبعا في الأغاني التانية بقى الرومانسية واللطيفة والحزينة والكل حاجات وبعدين الأفلام عملت كل الكاركترات ومنها كاركترات وطنية قصية جدا يعني علمت في وجدان الناس طبعا طبعا يعني فؤادة ده أصبح رمز للمقاومة والصبود مصر برضو يا سلام على الست دي يا جماعة مش معقول وكل أفلامها التاقي يعني عملت أفلامك ومسرح ومسرح يعني اشتغلت عندك بالأفل الأكادمية اشتغلت في معاية فنون مصرحية كان لديك الدكتور على دي موسيقى عربية ما شاء الله سينما صالح النبي بليه بليه كمان يعني ما ثابتش حاجة انت عندك حاجة نقصة في معنى النقد الفني ممكن نتكتب نقد وحاجات عليها ممكن طبعا ما شاء الله التكريم ده كان رائع ستي دي شهادية مصر وردة الرئة والحب اللي تفضل عايشة مدى الحياة بكل الراونق والعطر بتاعها ان انت تخلي الشباب الصغير فجأة الطلبة بتوع المعهد يخش جوه الحالة ويعرفوا ان عندنا قيم عاملة كده ويعرفها تاني ويعرفها تاني بزبط برافا عليك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة